وتجولنا في مختلف الأفصام ورأينا أحدث ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من حيث الأجهزة وطريقة علاج المرض ولذلك أدعو المحسنين في جمهورية النصف حفظها الله وفي غيرها من الدول العربية لدعم هذا المشروع العظيم يكون الدعم من الصدقات العامة وكذلك من الزكاة حاجة العلاج حاجة ملحة ويقوم هذا المستشفى بتقديم لهم هذه الخدمة الصحية مجانة فالصرف ودفع الزكاة في هذا الباب المشروع والأخوة الذين يقومون على هذا المستشفى ثقات ذو كفاءة كما سمعنا بأن تقريباً 85 بالأمية يسر الله تبارك وتعالى له الشفاء ومن أحياها كما قال تبارك وتعالى فكأنما أحيا الناس جميعاً